ربما يكون طول أمد الأزمة السورية أحد الأسباب الرئيسية لما وصفه مراقبون بأنه ظاهرة رفض شريحة واسعة من الأتراك للوجود السوري في تركيا التي تحتضن العدد الأكبر من المهجرين السوريين بعدد يقارب ثلاثة ملايين موزعين على المخيمات وداخل المدن تركية مختلفة أصبحنا غرباء في بلدنا استقبلناهم ضيوفا لفترة محددة وحنى وقت عودتهم أرفض منحهم الجنسية الآن يريدون نشر لغتهم في كل مكان أرفض الوجود السوري في تركيا وأرفض منحهم الجنسية لأن ذلك يؤثر على كل القطاعات في تركيا ولأن من بينهم متشددون ولا نعرف عنهم الكثير وهذا ينعكس سلبا على بلادنا رفض الوجود السوري انتقل في عدة حالات إلى تفاعل وصف بالواسع على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تنتشر فيها رسوم كاريكاتورية تنتقد ما يصفه رسموها بتواكل الشباب السوري من جهة ومن أخرى تنتقد عدم إشراك هؤلاء الشباب في المعارك التي يخوضها جيش التركي في شمالي سوريا ويربط مراقبون زيادة الاحتقان بإجراءات منح الجنسية للكفاءات السورية والتي بدأتها الحكومة التركية مراقبون سوريون رأوا أن الأمر لم يصل لدرجة الظاهرة المقلقة ورأوا أن هناك شرائح مهمة داخل المجتمع التركي وإن كانت ضد منح الجنسية للسوريين إلا أنها ترفض تنامي العداء تجاههم وربطت الأمر بمناكفات سياسية في تركيا هناك جهات سياسية معارضة للحكومة معارضة لحزب العدالة والتنمية استغلت هذا الأمر لتقول بأن هؤلاء الذين سيمنحون الجنسية التركية سيشاركون في الانتخابات والاستفتاء وبحسب متابعين فإن الحكومة التركية تتعامل مع ظاهرة رفض الوجود السوري بحسم لأنها تدرك بحسب رأيهم خطورة التساهل في هذا الملف على السلم الأهلي في الداخل التركي ولا شك أن الوجود السوري في تركيا أصبح موضوعا لنقاشات حادة حتى داخل مكونات المجتمع التركي وانطلاقا من هذه المواقف باتت تظهر إلى العلن الأصوات الرافضة للوجود السوري في تركيا خاصة مع الحديث عن بدء منح السلطات التركية للكثير من الكفاءات السورية الجنسية التركية على مصبحات الحرة اسطنبول اشتركوا في القناة